اقطع كل من يحب الله سبحانه وتعالى كل من يحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة أبتكلم وإياكم عن خطر القنوات أي قناة تدعو للفساد والرذيلة نحذر والله منها أشد الحذر وأخص بالذكر قناة MBC لأن هذه القناة شرها عظيم وشرها منتشر في البيوت وما في بيت من البيوت إلا وتوجد في قناة MBC إلا مرحم الله سبحانه وتعالى يا جماعة هذه الأخلاق تحارب الدين والعقيدة والأخلاق والقيم هذه القناة تدعو للفساد والرذيلة والاختلاط والأغاني يا الله كيف العاقل يجعل مثل قناة MBC في بيته والله وبالله وتالله إن الله راح يسألك يوم القيامة يا جماعة اسمعوا وتأملوا معي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستعيها الله رعيته يعني أهل بيته قال لي له سلطة عليهم يموت يوم يموت وهو غاش حط تحت خط أحمر وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ومن الغش وضع تلك الدشوش التي تستمطر علينا غضب الله سبحانه وتعالى أنا ما أقول شير الدش كله لكن فيه هناك دشوش إسلامية تستطيع أن تحذف القنوات الفساد وتخلي دشك نظيف وأول ما تحذف قناة MBC وباقة MBC هذه الباقة الخبيثة التي والله يسألنا الله عنها يوم القيامة يا جماعة MBC كم مرة استهزأت بالدين كم مرة تستهزي بشعيرة من شعائر الدين كم مرة تستهزي بالمشايخ والدعاة وأتونا بمسلسل هذا العام بزن المحارم ويدعو إلى زن المحارم وأن الواحد يجامع أخت زوجته ما في مشكلة يجامع أخته ما في مشكلة وشوي شوي أختك التابع ولا بنتك ولا زوجتك والله رح أسألك الله يوم القيامة والله فيجي مع تكفون نزيل هذه القنوات من بيوتنا أنا أطلبكم طلبها لله والله ليس بنفسي فرأنا ما رح أستفيد شيء والله ما أستفيد شيء إلا أني أحبك في الله سبحانه وتعالى وأخاطب قلبك الذي يحمل الخير والغيرة على هذا الدين أن نزيل قناة MBC أنا أطلبكم طلبة لله أن نزيلها وأن نحذفها مكانها والله في سباله كيف يجمع ندعو لأنفسنا أن نشاهد هذه القنوات وأبنائنا وبناتنا يجمع يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا عَلَيْهَا أَنْهِيَهَا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عِلَاثٌ شِدَادٌ تَأَمَّلْي يا أخي قو أنفسكم وأهليكم نار أنا وأنت والله لا نستطيع على النار وأجسادنا لا تقوى على النار وم بي سي وهذه القنوات الفاسدة هم والله دعاة على أبواب جهنم نعم دعاة على أبواب جهنم فيجي معه الله الله رمضان بلا مسلسلات والله كم من شخص والله أعرفه أنت تعرفونهم العام صاموا معنا العام صاموا معنا الآن هم في القبور يتمنون لو يوم واحد يتمنون ركعة يتمنون تسبيحة يتمنون تهليلة لكن صادق ربي لما قال وحيلة بينهم بين ما يشتهون أنا أدري فيك خير وتحب الله وتحب الرسول وتحب أهل بيتك زيني جماعة وودنا نجتمع معهنا في الجنة نحذف القناة ما تعرف حبيب الغالي اذهب أقرب عامل وأقرب محل وجيبه ويحذفها الآن لا تقول بكرة بعد بكرة أنا ما أضمن وأنت ما تضمن أن نعيش البكرة فالله الله يا جماعة تكفون أرجوكم أسأل الله سبحانه وتعالى من حذف قناة MBC وقنوات الفساد أسأل الله أن يغفر ذنبه كله دقه وجله كبيره وصغيره أسألك يا ربي أن تحقق له كل ما يتمنى من خير الدنيا والآخرة أسألك يا ربي أن تجمعه مع أهله والديه في جنات النعيم أسأل الله من نشر هذا المقطع أن يغفر له وأن يسر أمره وأن يحقق له كل ما يتمنى أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم ويجمعنا وإياكم في جنات النعيم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أخوكم وحبكم فالله صراحة عناد العنزي